عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي بمدينة باليرمو الإيطالية وأكد الرئيس أن أية مقترحات لحال الأزمة الليبية لابد أن تشمل كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية نظرا لطبيعة الوضع المتشعب والمركب للأزمة وشدد الرئيس على ضرورة دعم المجتمع الدولي للتسوية في ليبيا دون أي انحياز لطرف من الأطراف كما أكد السيسي أن مصر تقف على مسافة واحدة بين جميع الليبيين ويستند موقفها تجاه ليبيا إلى اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين مشددا على أهمية عدم تحول ليبيا إلى نقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة